بيبدأ المسلسل في سنة 1994 مع البنت الزغيرة دي تلقمت بالليل تدور على أمها ولما ملقتهاش فطلعت الشارع اللقات الست ماشية بتحساب أمها بس الست دي تكررت تضحك عليها وقالت لها أنا عارفهم كفين تعالي معايا بس هي خطفتها واخدتها البيت قديم فحطتها في قودها مع طفل تاني أكبر منها شوية طب إيه الحكاية دي كلها هنعرف بعد ما نطلع قدام شوية في سنة 2018 وهي دي البطلة اللي شغالها السكرتير لسون أنجح مدير أعمال في كوريا والقارات المجاورة كمان بس عنده مشكلتين الأولى إن هو نرجيسي شاف نفسه أحسن واحد في الكوكب والتاني إن هو ما بيديش أي فرصة تانية زي مثلا الراجل ده غلط حتة غلطة صغيرة مرحموش ورفضوا على طول وكيم السكرتيرا كانت بتساعده في كل حاجة في شغله وفي نفس اليوم بالليل كان في حفلة لسون رايحة واخد كيم معال إنه ما بيمشيش من غيرها هناك بقى قابل البنت اللي هو مرتبط بيها وهو مش مرتبط بها قوي يعني زي ما تقول كده رتباط مصلحة يعني بس البنت ديت كانت بتحاول تتلزق فيه بتقوله النهاردة عيد ميلادي ما جبت ليش ورد ولا إيه راح بص الكيم كده جرت على طول جابت بكي ورد وراحت جري وهي عندها حساسية أصلا من الورد وكانت وقفة أما لا تعايت فهم مروحين بيقولها فعلا مغلطش إن شغلتك سكرتيرا لي أنا مبسوط من أدايك النهاردة علشان كده انت ليكم كافة عندي وكمان ما ينفعش ترفضيها اختار أي حاجة بتحبيها وأنا قصدها هعملها لك قالت له طيب ما إنك مصر شوف لك سكرتيرا جديدة لإن تعيبت الصراحة وخلاص قررت استقيل من الشغل دي مش جايبة هماء لا ايه ده لا لا ده أنا كنت بهزر معاكي ما طب قولي بس إيه اللي حصل يا بنتي بتقوله لأ ما دي أسباب شخصية مش هقدر أقولك عليها ولما روح هو معرفش ينام وتاني يوم في الشغل كل اللي شغلين في الشركة ما كانوش مسدين إنها تستقيل لأنها ما كانتش مبينة أي علامات إنها زي أنا أو في أي حاجة ولما رحت للمكتب بقولها أنت أكيد كنت بتغذري أنت هتستقيل بجد ولا إيه قالت له لأ أنت غلط المرة دي أنا هستقيل قالت له طب ليه قوليلي بس فهميني والله أصلا بديك أجاستك عادي مش بشغلك وقت إضافي يعني مش فهمين عملت غلط إيه قالت له بص إحنا إن شاء الله هنعمل إعلان للوظيفة ونشوف لك حد كويس غيري خلصت يومها وراح تسددت أخر كردة على أبوها اللي كان مديون وهي بتسد الفلوس بتاعته وهي هناك سن رن عليها قال لها تعالي حالا تعالي بسرعة راح تجريل عنده وكان رن عليها علشان هيروح يتغذى مع عائلته واخدها معاه وقبل ما يدخله أم واقف أقول لها أنا ما بديش فرصة تانية بس أعملك استثناء هعينك مديرة وهجيب لك عربية بسواق هسدد كل الديون اللي عليك بس سيب اللي عليك ما تيمشي وأكيد من مش هتلاقي عرض زي ده تاني ملحقتش تفكر وترد وامه جاته ودخلته وقعده يأكله وبعد الأكل أبو بيقول له مش نوع بقى تتجوز يا ابني سن بيقول له والله مش فاضي حاجة أعمل نفسه تعبان كده وقال له يا ابني أنا عندي رغبة واحدة قبل ما موت أنا خلاص سمعتش لي في الحياة كتير نفسه شوفك ومع عيالك أم سن بقى كانت قاعدة مع كيم بتقول لها هو ابني مش نوع يتجوز ولا إيه كيم بتقول لها ما عرفش والله فبتقول لها أنا نفسي يقابل بنت حلوة كده يحبها تكون شبهك يا بس لو يقابل واحدة زيك هجوزها له على طوء وشكلها أصلا يعني هتخلها لابنها راح هو جي في الوقت ده وندى الكيم ولما طلعوا بيقولها فكرت في العرض قالت له أهو مغرس راحب بس هستقل برضو راحت وقعدت مع أخواتها وقالت له منها تستقيل كانوا فرحانين قوي وقالوا لها آخرا هتسيب المدير المستغل بتاعك ده يا بنتي ده بيخالك تشتغل في أيام الأجازة مفيش كده يا شيخة وسون هو كمان راح عاد مع صاحبه جون الوحيد والله سون مش عغاله معي في نفس الشركة أصلا بيقول له يا سكرتيرا كيم ما لها عايزة تستقيل ليه أنا مش عارف عرضت عليها حاجات كتير ولا هي راضية صاحبه حاولي وسي سون قال له أنا عرفت الحل خلاصي عايزة تستقيل على شين معجبة بي أمران أن عليها قال لها تعالي حالا وقفل في وشها راحت له وكان قاعد في العربية أول لما ركبت قدالها ورد وكان جابه لها وهي عندها حساسية أصلا فمش محتاجة أقول بقى ونزلت وحطت الورد في صندوق العربية وبعدين وما ماشيين قال لها عارفة البنت اللي المفروض أنا مرتبط بيها أنا علاقتي بيها قالت له تمام قال لها ومش هواعد حد تاني قالت له تمام برضو قال لها طب خذي بكرة أجازة فكري في الموضوع وشوفي هتستقلي ولا لأ أنت أصلا لما تستقلي هتعملي إيه قالت له ومش عارفة أه بقى فكر وقتها قال لها بالله عليك أنا مش فيهم أي حاجة أنا بيتش بقى لعبيت قولي لي أي حاجة طيب أنا نفس أفهم قالت له والله أنا عايزة عاش حياتي وزا ما تيجي سون روح ومعرفش ينام برضو حاسس إن في حاجة نقصة في حياته إنما هي روحت وكانت أول يوم تنام من الوقت ده كله بقى لها تسع سنين وليها فترة شغلها مع سون وامرها ما قدرت تنام بالراحة اللي هي فيها تاني يوم راحت الشركة وسون قبلها بيقول لها أنت إيه يا شيخة ما صعبتش عليكي التسع سنين اللي اشتغلناهم سوا قالت له أنت بتقول إيه قال لها تعالي يلا علشان نقبل البديلة بتاعتك وكان مختار سكرتير اسمها كيم برضو بس هنا علشان ما نتلخبطش هنسمها حمدية وقام سون معينها على طول علشان يضايق كيم بس ما عرفش ان هو كده بيريحها بيقولها انت قلت ان انت عايزة تعيش حياتك انت تقصد ايه بالكلام ده قالت له أنا بقى عندي 29 سنة عايزة وعد حد واتجوزه ورح اتلاعيت من عنده وقبلت صحابها واللي قالوا له ان هم هيدبرولها موعد مع صحفي جايز يحصل نصيبه ترتبط ولما روحت سون رح لاها عند البيت وقالها انت بجد عايزة تتجوزه وترتبطه والكلام ده بتقوله انت عايز ايه عم ما تسيب الناس تعيش حياتها انت خلاص مش شغلت حد غيري يعني انت جاية تسألني في الوقت ده على حاجة شبهديت قال لها لأ انا جاية تسألك لو انت بتوعد حد من ورايا قالت له هو انا فاضية من ستة الصبح في الشغل وكل يوم بخلص متأخرة قال لها برضو بالسبب مكنة اكناعين اكتر قالت له يعني لما اكبر كده وعجز مين هيهتم بي والحد لما اكبر مش هقول لحد يا بيبي قال ليه يعني كل حلمك تتجوزي ويبقى عندك بيبي قالت له اه قالها طيب حيث كده بقى اكملي شغل وانا سون المدير العظيم هتجوزك وعمري لله فضلت سكتة كده وبعدين قامت مقربة منه وشمت ريحت بقه قالت له ما انت شارب حاجة يعني امال مالك ولما راح قال لصاحبه كان هيموت من الدحك عليه سون قال له تلقات صدمت بس علشان ما فيش بنت ما تتمناش ان نتجوزها الساحب قال له امال عندك حق فعلا ما هو مش عايزة تترفت نروح بها الكيم اللي جرزها بيرن بتشوف مين لقت البنت اللي سون بيوعدها علشان المصلحة كيم فتحت لها ان البنت دخلت على طول من غير استئزان بتقول لها هو فين انا شفته جاه هنا كيم قالت لها هتلم عيب عليك انا اكبر منك البنت بتقول لها هو انت بتوعديه كيم بتقول لها لأ طبعا عارفة ليه بتقول لها ليه فبترده بتقول لها ان سون ده اكبر نرجسي في الكوكب وشاف نفسه انه اخسرف اي بنت انا عاس حد يهتم بيا تاني يوم سون بيروح لساحبه علشان ياخد منه نصايح تثبت العلاقات وساحبه ده اصلا مطلق انا مش فاهم ازاي سون بيقوله انها ما وفقتش برضو انها تتجوزني مش فاهم ازاي انا فيها حاجة غلط يا ابني قال له اكيد انت تسرعت الحاجات ديت لازم تجي بالطبطبق والمواسية قال له يعني ايه جون قال له يعني مثلا تتوعدوا الاول في نفس اليوم بالليل كيم قالت لزميلها ان هم يعملوا احتفال بمناسبة السكرتيرا حمدها الجديدة واتفقوا هيتقابلوا فين وخلاص وبالليل راحوا وكانوا قاعدين يشربوا وهم مبسوطين السون راح لهناك فكيم بتقوله انت ايه اللي جابك قال لها عارفت انكم عاملين حفلة فجيت احتفل معاكم وراح عكر الجو اتخيلت بقاعدين سواء الزمال كده وتلاقيوا المدير بتاعكم جاي يقعد معاكم وكلهم فضوا لتطبلوله وده مجتمع في تركيا لا ده خايفين منه مش اكتر ان هم يرفضوا كمل معهم الصهرة وبعدين راح روحها البيت قالت له طريق السلامة بقاها راح انام قال لها اخد بس عايزة اسألك حاجة قالت له ايه قال لها ايه رايك في النهاردة كنت لطيف صح وصلتك البيت اهوت وقعدت معاك واتبسطته قالت له انت مش فاهم اي حاجة على فكرة قال لها ليه ده ناحياتك من انا ورايحة تبقى بالطبطبة والحلاوة دية عارفة ليه ده لان خلاص قررت ان انا هوعدك قال لها بعد كل اللي عملته النهاردة راحت سعبها وطلعت وهي فوق بعت لها رسالة بقول لها انت مالك كده قالت له ما فيش اهوتا ما كنتش بتغذر قال لها سيبك من الكلام ده ازاي تقول لي ان انا مش نوعك المفضل انت تجنينتي ولا ايه قالت له لها لسه هتجنين اصلا بقول لك من الاخر انت ما بتفكرش غير في نفسك ونرجيسي ويقو بتدي لكل اوامر وانا صراحة ما بحبش كده قال لها دي حجة يعني علشان تمشي قالت له اه بص اي حاجة دايقك اعتبرها انا بعملها يا عمر حمني يا عمر حمني يا ابن انا ما كنتش بالان نفس وقت وانا شغال معاك قال لها انت ما اعترتش قبل كده ليه قالت له بص انا عايز ارتبط بشخص عادي مش اكتر بعدها جات ترد على الاختاف نفس الوقت وتبعت لها قلب بعثته في شاتسون بالغلط ولما شافته تصدمت وهو لما روح قاعد يقول لي ازاي بتبعت قلب في الشات في وسط الخناء اللي كنا فيها وتاني يوم في الشغل راح من غير ما يلبس الجرافات بتاعته فراحت علشان تلبسها له قال لها لأ انت ما عدتش هتعمل الكلام ده انا فعلا كنت قناني ومغرور وعلشان كده انا هسيبك تمشي كملي معا شهري بس لحد لما حمدها تتعلم وبعدين يمشي فطلعت وقعدت تقول لي نفسها اكيدة هو لسه زعلان من كلام بارح وبعدين سن نادي على حمدها علشان يبين لكيم انه مش محتاجها حمدها بتقول له هو في حاجة قال لها لأ اعودي هناك خمس دقيق وبعدين يمشي قالت له ليه قال لها هو كده عايزك تتظهر انك بتتدربي على الشغل لمدة شهر وبعدين كيم راحت قاعدت مع صحابها في مطعم فجأت لهم البنت اللي شغالة هناك ودتهم حاجة زي استفتاء كده علشان يشوفوا رأيهم في شوية حاجات واول لما كيم مسكت الورقة وقريتها لقيتها مكتوب فيها كده لو عندك حبيب عايز تخرج معاه هتروح فين وهتجيب له هدية ايه قالت بس الاسلوب ده مش غريب علي وفي الحياة ما كانش غريب فعلا لان اللي عمل الموضوع ده كله سون دفع فلوس للمطعم علشان يوزع الورق ده على كل اللي هناك وبعدين يشوف ورقة كيم لعيب ابن اللعيبة وكيم لما را واحد قاعدت ترتب بيتها من كل الحاجات اللي تخص سون وشغله وبعد ما خلص التليفون هرن عليها بس اللي كلمها كان جون صاحب سون قال لها نزلي قابليني في مدينة الملاي حالا نزلت وهناك الدنيا نورت مرة واحدة ومش جون اللي جاه السون هو اللي جاه قالت له ها انت بتعمل ايه هنا انا جاية قابل جون قال لها اما انا قلت له يعمل كده علشان لو قلتلك انا ما كنتش هتوافقي ويلا بقى نلحق الليلة من اولها قالت له بس الملاهي قفل قال لها لا اما انا اشتريت الملاهي وبعد شوية وقت في الملاهي اخدها وراح يتعشوا بتقوله انت ملك النهاردة قال لها مش انت كنت بتقول اني ما بهتمش بحد غير نفسي فانا حبيت تثبت العكس وكمان علشان اشكرك على التسع سنين شغل وبعدها راح يركبوا مركب في النيل بتاعها الصين وكان صارف ومكلف الصراحة وبعدين راح يروحها بتقوله شكرا على اليوم ده بجد الحاجات دي كان نفسي عملها من زمان قال لها ما انا عارف ما انت كتبتها في الاستفتاء ولما وصل للبيت قال لها استني جابلك هداية قالت له او هتكون الدمية الكبيرة لانا كتبتها برضو قال لها لأ بجد انت اتبهرت انا اتبهرت قال لها في حاجة كمان انت كنت عاوزها افتكرت انها كتب انها نفسيها حبيبها دواءها القطايف فلسه هيامل كده حطيت الدمية قدامه وبعدين قالت له لا ايب احنا في رمضان هطلع انا بقى يا غالي وبعدين صاحبتها وبعتت لها رسالة للموعد بتاعها مع الصحف بكرة والتاني يوم صاحبتها كلمتها تاني علشان ما تنساش بعد الشغل حمدها سمعتها كم قالت لها الموضوع ده سر قالت لها يا ايب عليك ايه سرك في بير حمدها راحت تودي الشاي لسون بلها امال كم فين قالت له اهواء ما قلت لكش ولا ايه ما مش هنا قال لها ايون يعني فين قالت له لها ما راحت موعد مع صحف كده البير بتاعها فعلا تطلع بوس عمك واحد متر نروح احنا الكيم اللي راحت الموعد مع الصحف اللي على الله خالص فهو هي قاعدة معا قاعدت تفتكر اللي حصل قبلها بيوم وياه في الملاهي قالت هوا ايه اللي انا بفكر فيه ده المهم يكمه والصحف راح يشربه شوقات قهوة زميلة كم من المكتب شافتها صورتها وبعتتها الجنب الغلط وكان قاعد مع سون فهو راح ورى الصورة لسون سبحان الله على الصدف يا اخي احلى فيلم هندي ده ولا ايه كم بقى كانت خلصت الموعد وطلعه فلعت الصحف ربطة العنق بتاعته مش مزبوطة فبطبيعة شغلها راحت تعدلها لقلات اللي بينادع عليها وبيزع لها هنا يا اتخضت كده راح اتخنق الراجل يعاني وبعدين مشت مع سون بولانتي خبيتي عليها ليه والله يا خيبت املي قالت له علشان طلعت موعد يعني ولا ايه مش فاهمة قالها لأ مش علشان كده انا زعلان علشان علشان انت طلعت موعد قبل المسابقة الرياضية بتاعت الشاركة بيوم ازاي تعملي كده والتاني يوم اخي سون الكبير سونج رجع من امريكا بالسلامة وكان هناك بالو شوية حلوين يجي خمستاشر سنة اول مرة يجي ومرضاش يكلم سون ليه بقى هنعرف كمان شوية وفي المسابقة الرياضية كان فيه لعبة كيم هتلعبها وهتبقى شريكة شاب تاني شغال معهم في الشاركة والمعروف عن اللعبة ان لو اتنين فازوا سواء المفروض يتوعدوا فزي ما جيه في دماءك كده فازت وكل اللي موجودين قاعدوا يقولولها ارتبطوا والسون كان قاعد كده يتفرج وحسس ان هو هيتشل فقال له صاحبه بوسط المسابقة ده اتاخر واول مرة تتعمل السنة دي وكان متعصب وراح كده واقع على السلم وتقاذق فكيم رحت علشان تحطوله عليها تلج بتبص على رجله لها ما كانت تعورة قديمة قوي استغربت كده وقالت له هيا دي من ايه مارداش يقول لها وبعدين قال لها كنت مستمتاع قوي بالمسابقة قالت له اه مش انت اللي قلت لازم نفوز قال لها مع المشاركة في حد ذاتها المهمة دحكت كده قال لها يعني انت مش ممنع تقربي من شاب وكنت ترتبط بالشاب اللي فوزتي معاه وقعت برضو قال لها طب وكده وراحش قددها عليه كده خالص واناك ما تشوف بعد كده اللي كده وكده فقالت له لا كده اوفر بقى وبعد ما مشت السعب عليها ورجعت تاني قال لقيته نام فضرت قعدة وبعدين لقيته ايه لق كده وكان بيحلم بكابوز قومته وبعدين مشت وهام رواحها خبطت في اخوه وقعت موبايله فما تعرفش ان هو اخوه اعتذرت ومشت وبعدين سونج راح لسوني البيت وبيقوله وإن اللي جابك هنا سونج قال له انا جاء علشان اسامحك انا لسه فاكر الحادثة اللي حصلت وكنت بكرهك بس قررت اسامحك برضو سونج قال له انا تعبان وراح انام عند شغل الصبح البيت مش بيتك بقى يا طر ايه الحكاية لما يقولوا لي هقولك عزيز المشاهد ما تخافش بس انت ما تنساش اللي اشتراك اهم حاجة اهم حاجة تاني يوم سونج كان عنده مشكلة في المكتبة التابعة لشركته فراح يشوف في ايه هو وكيم وهم بيمشوا جوه المكتبة الكهرباء قطعت ففضلوا قاعدين مش لقين حاجة يتكلموا عنها ولا يعملوها فاكيم قامت جابة كتاب عن الرومانسية تقرى فيه اهو تكسر الملل ده فلا ايه شغل الاطفال ده قالت له اما ممكن تفكر ان شغل اطفال بس ده الحب اللي انا نفسي فيه قالها لا ده الموضوع شكله يطول يلا نمشي وخلاص واول لما طلعه الكهرباء جات ماهوشوش بقى بالتاني يوم كان فيه افتتاح لفرع جديد للشركة كيم جالها فكرة انها تستضيف كاتب مشهور لحفل الافتتاح ولما قالت لسون وافق بس ماعرفش مين الكاتب وهيا كانت عايزة تستضيف كاتب بسم نفسه موربيس وما ظهرش قبل كده في اي حتة محدش يعرف شكله بس هو مشهور خالص فلما تستضيفه ويظهر عندهم فيامل ضجة وموربيس ده يبقى اخو سون اصلا اللي اسمه سونج دي خربته الصدف بس محدش يعرف اي حاجة وخلها سر عزيزة المشاهد ما تقولش لحد لحد دلوقتي في نفس الوقت سونج كان رايح الشركة قال لخو بس سون قاعد يتكلم معه ببروت كده ومشى فهو نزل قبل كيم قالت له انت بتاع اول انبارح قال لها ايوة بما اننا تقابلنا تاني هات راقمك بقى قالت له معلش مش فاضي قال لها ولانا بس اكتبه راقمك فقامت كده له راقم عشوائي كده وثبته مشت وبعدين بالليل بعتت له رسالة على اميله على اساس ان هو موربيس ما هلسه ما تعرفش حاجة الغلبانة التاني يوم ام سون راحت للشركة وقالت له ان هو يروح يتعشى معاهم بمناسبة ان اخو رجع ولما راح البيت ام بتقول له كان المفروض عايز يمكن معانا فاخو كان قاد وافتقر لانه كان شاف اسمها قبل ما يمشي لما كان في الشركة فراح لسون بعد العشا وقال له ان هو عايز يقابل السكرتيرا بتاعته سون بصله كده وام سونج قال له انت خايف انها وعدها من وراك ولا هي غالي وبعدين كلمة من هنا على كلمة من هنا السونج ضربه في وشه لسه سونج هيدربه امه وابوه جمه وقال له انتو بتعملوا ايه السونج ام رايح لكيما عند البيت قال لها لسه جاي من برة بتقوله ايه اللي حصل في وشك ده قال لها ما فيش قالت له طب تعالي ندخل بس نتكلم لسه بتفتح اللقات هدومها في كل حياتة قالت له لا استنى بس تقع كده وهدخلك تاني وبعد ما دخل جاي بوسي كده على السرير بتاعها وكانت حتى هدومها عليه لسه رايحة حوشها اتكابلت وقعت في حبه اه قصد في حضنه جات توم قال لها بس خليك شوية والله الموضوع ممتع خالق قالت له انت بتقول ايه قالت له اه تمام واتعش معها وطلع وقال لها شكرا على اليوم انتي فكت عني كتير ويدوب لسه ماشي اختها جات فشافت الاطباق وان كان في حد بيأكل معاها بتسأله من اللي كان هنا قالت لها مديري راحت ضربه وقالت لها ازاي تدخليه البيت عندك لما قعدت تشرح لها ان مفيش حاجة بينهم اختها لت لها انت شكلك معجبة بيه كم قالت لها ما تهزريش الحاجات دي ما فيهاش زار اختها لت لها اعرف حد من مستواكي علشان ما تحبهوش وفي الاخر تتأذي والتاني يوم راح لها عند البيت علشان يروح الشغل سوا نزلت جاري راح تتكابلت وهتفو حضنه لما ركبت معا بقى قال لها بس ايه الحلوة دي النهاردة قالت له ايه قال لها بعد كده بقى غير يوم الستايل ده مش ده نفس التشيرت اللي لبستيه من الاربع والجمعة الناس هتفكر ان ده زي الرسمي للشركة بس كل ده ما يمنعش انك حلوة برضو النهاردة ابو سون بقى راح لابنه سونج علشان يعتذر من اخوك وبيقول انا امك القنين يا ابني من البارح ما تضغطش على اخوك لانه عنده مشاريع كتير ومش عايزينه يتشتت علشان منفلس فسونج ام رايح الشركة بس علشان يقابل كيم بتقوله انت ايه اللي جابك تاني قالها انت شكلك مش مبسوط ان انا جيت قالت له واتبسط ليه قالها مش انت اللي بعتليه لرساله علشان الحفل قالت له لا ما تهزارش هو انت الفنان المشهور قالها اه فراحوا قعدوا سوا وقالت له معلش على الاسلوب بس انا من اكبر الموجبين بعمالك بس انت شايف الظروف ما كنتش عارف شكلك قالها خلاص سمحتك وهم طلعين ادالهم بايلو قالها خلصان اكتبي بقى رقمك بجد المرة دي نروح لسون بقى اللي قاعد يدور على مطعم كويس وفي نفس الوقت عادي مش اوفر علشان يتعاش فيه هو وكيمه واعترف له بمشاعره وحجز مكان كده ولما راحت له قالها ايه رايك الساعة تمانية قالت له يعني ايه الساعة تمانية قالها اصلاحنا هنتعاش سواء علشان عايز اقول الكلام مهم خالص وثلاث راح تشترى الطقم جديد بس مش علشان العيد ده علشان تروح تقابل سون بيه بس وها طلع السونج بيكلمها بيقولها انت فين عايز اتكلم معاك وقبلك فبتقوله على اسم المطعم الليها رايحة وراح هناك والله انه موافق على العرض بتاعكم بين نظر بنفسي قدام الناس ودالها كمان نسخة من كتابه الجديد هنا سونج في الوقت ده وداله كتابه وقال له ما تكلمهاش تاني وخده ودخل بتقوله طرف تقول انت عملت كده ليه هو انت بتعمل ايه قالها انت اللي بتعملي ايه قالت له ما هو ده الكاتب اللي هيحضر الحفل كنت سايبها لك مفاجأ قالها مش موافق انه يطلع قالت له طب ليه قالها مش لازم افسرلك حاجة قالت له خلصانة انت كنت عايز تقول حاجة وانا مش فاضية دلوقت اسمحها عن اذنك بقى وراح تسايبه وماشية وبعدين هو راح كلم اخوه قابله فسونج بيقوله انت عايز ايه فسونج قال له مفيش حبيتها ساعدك بس في الحفلة وكده ولا تكونش خاف ان انا اخد كيم منك فسونج قال له ان عمري ما خاف من حاجة شبه ديت انا موافق تطلع حفل الافتتاح انت مش مهم اصلا بالنسبالي ثاني يوم في الشركة كيم عارفت ان سونج وافق ان الكاتب سونج يطلع الافتتاح فراحت له المكتب قالت له مش انت ما كنتش موافق ان ده يحصل قاله بس هو حصل قالت له طب ممكن اعرف غيرت رأيك ليه وقال لك انت مش لازم تفسر لي حاجة وراحت سابه ومشت في نفس اليوم ما اعرفت برضو من زميلها ان الكاتب موربيس ده يبقى اخو سون ادقت خالص من نفسها لما افتكرت ان هو كان عرفها ان هو ما بيحبش اخوه في نفس الوقت برضو سونج لحظ ان هو تقريبا كده مزع على فراح له وقال لها انا اسف قالت له ايه قال لها انت اول حد اعتذر له وانا امر في حقيقته ما عملتها على فكرة الدنيا حلوة هي تواما قاعدين بقى قال لها الرجل اللي انت حضادها جديد قالت له اه حضرتك عايزي برضو فواقع راح يعرفها وهيعمل ايه افتكر حاجة وحشة راح امزقها بالكرسي وده كان رأكشانها راح لا قال لها استني هاشرحلك قالت له انا افتكرت دلوقت انت عملت كده ليه لانك نرجيسي اناني ما بتحبش غير نفسك بقول لك ايه انا هاخد بكرة اجازة علشان مش طيق اشوفك ولو فكرت انك تيجي وراها تاني انا هزعلك وروح قاعد يفكر هيجيب لها ايه علشان خطر يصالحها بيه وفي الاخر بعتليها رسالة ان هو بعتذر فيها واول لما شافت الرسالة كانت هتتحول بس مردتش تعمله بلوك برضو قالت له واسف عليها وحصل حاجة بينا احنا اخوات حتى يوم الاجازة بتاعتها ما كنتش لقي حاجة تعملها وكل لما تكلم حد يقول لها في الشغل فقالت امان لما استقيل بقى هعمل ايه فقالت تروح بقى وقالت كل ده بصوت عالي وكل ده ومديرها اصلا قدام البيت واقف مستنيها ايه ايه ده الصدمة اللي هي فيها قال لها عايزة حاجة قالت له انت ايه اللي جابك هنا قال لها خدت النهاردة اجازة علشان هو تسوى قالت له لا مش فاضي قال لها ما انت بتتماشي هوت وراك ايه واكيد مش وراك حاجة مهمة باللبس ده يعني اديني فرصة بس يصلع غلطتي قالت له بقول لك ايه ده يوم وطلطي هعمل اللي انا عوزاه قال لها خلص انا مش هنقشك في حاجة مطعم مع بعض قديم شوية قال لها طب انا احجز في مطعم تاني قالت له مش عاجبك روح روح وما تجيش معايا قال لها ابدا فهو ام قاعدين بيقولها انت عرفت عائلتي كلها اما تحكي لي بقى عن عائلتك قالت له ابو يا مغني رجب بس انفلس وكان ما ديون وانا من يوم ما اشتغلت معاك كنت بسد في ديونه انا لسه مخلصها لما قلت لك هستقيل انما اخوتي اللي اتنين بقى ده كاترة قال لها والله عائلة زي الامر اما هو لسه ما قابلهمش ده هم بيحبوا حب ولما روحها بيقولها هتيجي بكرة بقى قالت له اكيد وتعالوا بالمرة احكي لكم حكاية صغيرة كده فاكرين البنت اللي اتخطفت فاولي المسلسل اكيد انت جي في دماغك انها كيم ايه كلامك صح فعلا انت انفكر انها اقول لك غلط ولا ايه كلامك صح وده لانك بتلقطها وانت طايرة الله عليك عزيز المشاهد دماغك بسم الله ما شاء الله اعمل لك واشترك في القناة المهم بعد اما اختفت جالها صدمة وفجطت الزكرة وكل فترة بتشوف حاجات كده كانها حلم بالنسبة لها بس مش عارفة تجمع منها حاجة مين بقى الوادي اللي كان مخطوف معها لسه نعرف بس لو وصلت له لحد دلوقتي عن طريق صحفي ان سونج اخو سون هو اللي كان مخطوف معاها طب هتسألوا وتقولي هي قالت للصحفي امتى مش هي اللي قالت اختها هي اللي سألت الصحفي عن الحادثة وعرفت كان برضو قعدت تدور على النت ملقتش حاجة مفيدة راح تسألت سونج قال لها فعلا اللي تخطف هو صغير اخويا بس بعدها وكمان فقد الزكرة قالت له طب التعوير اللي في رجلك جات لك منين قال لها دي وانا صغيرة تعوارت وشكله كده بيتو ولما سابته قبلت سونج وراح قعده سوا بتسأله انت كنت مخطوف انت صغير قال لها هم قالولي كده بس انا مش فاكر قالت له انا كنت هناك معك في نفس المكان قال لها والله مش فاكر برضو قالت له طب هو انت بتكره اخوك ليه قال لهم معرفون ان انا وهو كنا مع بعض يوم ما اتخطفت فهو راح يشتري حاجة وسابني لوحدي وحصل اللي حصل السون كان مروح شافهم قاعدين سوا مرضاش يروح بتسكلمة علشان تروح له البيت ولما رحت له قال لها تدور على ورق معين للشغل وهي بتدور لاتي السيفي بتاعها رغم انه ما كانش فيه اي حاجة مميزة وكان فيه مترشحين احسن منها بس هو قبلها هي قالت له هو انت اخترتني ليه من الحق فهو كان واقف وراه قال لها اخترتك علشان اسم الكيم هو ده السبب مش اكتر قالت له يعني ايه قال لها لقيتهم كلهم مؤهلاتهم علي وانت مفيش مؤهلات اه بس اسم الكيم فقلت اوظفك علشان امرماتك معايا قالت له تمام والتاني يوم سونج كلمة علشان يتغدوا سوا قال لها من ساعة ما كنت معاك انبرح وانا مش عارف انام احنا شاكرنا عم وتقدر لنا ان احنا نتقابل تاني ولا ايه بتقولي يا عم هي جات صدفة انت هتوذر ولا ايه وهم طالعين كان سونج مستنيها برا قال لها استني في العربية وانا جاي وقال لاخوهم ما تقابلهاش تاني السونج قال له ملاكش دعوة السونج سيبه ومشي علشان ما يتخنقش معاه وراح لي كيم في العربية وقال لها ما تقابلش اخوه تاني قالت له ازاي تقابل في نفس المكان اللي اتخطفنا فيه او يمكن ترجع لنا زكرياتنا او نفتكر حاجة قال لها ما تروحش برضو قالت له انا اسفع بس انا لازم اروح وفعلا راحوا سواء نفس المكان بس برضو سونجي ما افتكرش حاجة ممكن ده علشان مش هو وكان هو فاقد الزاكرة خالص السون بقى في الوقت ده كان متضايق وهيولى عنها طلعت ماخوه ورنى عليها وقال لها في حالة طوارق تعالي دلوقتي اخو راح ووصلها فسون قال له ما كانش لازم توصلها بسبب انك جبتها تفضل بقى من غير ما تروض وبعد ما ماشى السون قال لها انا هاجعان دي الحالات الطوارق اللي عندي ولما عادوا سواء كيم قارت له وبطل شغل الاطفال ده مش كل لما بقعدة ماخوك تيجي تعمل لي حوار قال لها هو انت بتقودي معا ليه اصلا علشان تفتكر الزكريات مش عايزك تفتكريها ادفني زكرياتك ونبدأ من جديد هي زكريات مهمة اوى علشان تخسر الشخص اللي ما اوجب بك انت كل ده مش قادرة تعجب بيها بسبب الظروف دي قارت له ايه ده ايه ده ومين قال ان انا ما اوجب بك اصلا بقول لها كفاء لفه ودوران وراح وصلها للبيت وهناك قال لها انا زكي ووسيم وغاني وشاطر في شغلي وعشان كده تجوزيني والله العظيم هسعيدك سيبينا هنرتبط بقى بجد سكتت كده وقالت له الكلام ده مس صح قال لها ليه قالت له علشان انت بتعمل ده كله علشان غيران ان بطلع مع اخوك وانا مش هرتبط بحدة غيرته بتتحكم فيه وراح اتثبته ومشت تاني يوم في الشركة كانوا عاملين رحلة فسول ما كانش لها حاجة يعملها في البيت فقرر يروح مع الموظفين الرحلة ده كم بتقوله ايه اللي جابك قال لها جيتها علشان اعد مع الموظفين بتوعي مهما من واجباتي كمدير ان انا ادخالت معك وتعامل ولما دخل جوا قال لها بصي انا الصراحة جيت علشان اقناك ان انت تبقى حبيبتي ومن هنا الاخر الرحلة انت هترتبط بي بس جي الموظفين وقت وكلامهم بعدين قالوا نكسر الملل بقى ونلعب لعبة في حد فيهم هيخبأ ارقام وكل اتنين مع بعض في فريق يدوروا واللي يكسب سون هيدلو تابلت دي فسون قال لهم خلصان انا وكين فريق وطلع سوا يدوروا فلسه هيبدأ يتكلم تليفونة رن قام واخده ولقى سونج رد عليه وقال له الرقم اللي انت طلبته غلط ما ترينش تاني قالت له هو انت بتعمل ايه قالها انت اذا اعلان اول ايه قلت لي كتفيني ذكرياتك مش لازم تحاولي ترجعيها قالت له دي حياتي ورغبتي وروح تثبت ومشت فرح وراها والدنيا شتت عليهم وعمل بدلته مظلة ليها قاعدوا سوا مستنيين المطر يبطل ومرة واحدة قامت المصرخة اول لما شافت عن كبوت فسون شاله كده وقال لها فائي يعني قالت له انها عندها فوبيا من العناكب قالها عادي اما انا عندي فوبيا بس بتعيش معها حاولي تتعيش مع الناس اللي بتخوفك يعني وهم مشين قالت له ان الفوبيا دي عندها من يوم ما تخاطفت ومش عارفة ليه قالها علشان كده مش عايزك تسترجعي ذكرياتك علشان ما تسبب لكيش اي اذى بما انك مصررة فانا استحمل اي حاجة تعمليها والصبح لما صحت كان هو مشا بس بعت لها رسالة قالها لو حسيت بالملل تعالي نقضي سوا عندي في البيت هكون جايب لك هدية حلوة وراح لصاحبو خلاه يروح معاه علشان يشتروا حاجات لانه عامل حفلة شواء عنده بالليل فصاحبو قعد يختار حاجات كتير ومتعشم علشان هيروح معاه وبعد اما خلصه وحط الحاجة في العربية سون ركب العربية وفسابه بيعته لعمره وكيم روحت ولبست بقى وزبطت وراحت لبيت سون لقيته بيهشوي فاول لما شافها انه كان بيهشوي ويساب الاكل لحد لما تحرق وفي الاخر طلب اكل دليفري وخلاص مابتعرفش تشوووش ولسه هيدووها البيتزا الساحبو جيه وقطع اللحزة الرومانسية فاكم مشت وسون قام قيله وبكرة هيبقى جواب استقالتك عندي الساحبو قال له والله العظيم ما كنت تعرف انا انا عال صغير والله وجيم عاد الافتتاح اللي كنا مستنيين وسون جتطلع المقابلة فصحفية بتسأله انت بتوعد حد قال لها لأ بس قابلت حب الاول قريب لسه واللي كانت معايا في محنتي وده من صغري علشان كده مش نهو سيبها تمشي مني تاني وراء قال لها في ايه قالت له عايز اقول لك حاجة ولما تقولها قالت له ان ده سوء تفاهم قال لها انا قلت لك هستحمل اي حاجة منك قالت له لأ برضو حبيت اوضح لك الامور علشان ما تفهمش غلط وتبعد عني وانا مش عايزة كده لاني بحبك ام وخدها بالحضن وبعدها راح ووصلها للبيت بيقول لها انا قلت لك قبل كده اني غني واسيم وشاطر اتجوزيني بقى بسرعة في اقرب وقت قالت له احنا لسه انت واحد بقى ما تخليكش طموع ما تصدق ان انا اخلاص قررت ارتبت بك ومشى بس وهو في الطريق بقى الرجع تاني بتقول له جيت ليه قال لها وحش تاني قالت له لأ احنا كده مش هنمشي مع بعض شكلنا راح يا عم الله يصلح حالك عندنا شغل الصبح التاني يوم السونجة حاول ان هو يريني على كين مماردتش ترد عليه بعدها امسون مناديلة وقالها بما ان ده اول يوم لنا كقبلز يعني هنأكل سوا ولازم يبقى يوم مميز قالت له اللي تحبه وبعد ما كانوا سوا وهم ماشيين قال لها ما تجي من ارجعش الشركة اون كامل اليوم قالت له لأ كده غلط بقى قالت له انت مدير منفعش تسيب شغلك وتعمل حاجات شخصية في وقت الشغل قال لها لأ يا شغل السكرتيرا ده مش يمشي معي احنا لازم نتعامل كشاب وبنت مرتبطين في المكتب بقى كان عمال يعمل كل حاجة نفسه يطلع صور ورق لنفسه مثلا فكل الموظفين اللي هناك استغربوا بيسألوا كيم هو فيه ايه هو نوع يرفضنا ولا ايه قالت له هم مش عارفة والله بيروح يجيب لي نفسه الاكل كمان والكلام ده ما كانش بيحصل ابدا فرحت للمكتب وقالت له اللي انت بتعمله ده غلط ده كل الموظفين حاسين ان في حاجة بتحصل قال لها انا بعمل كده علشان اريحك قالت له انا متعود اعمل الحاجات دي اتي عمي ما تريحنيش انا مش عايزة معاملة خاصة علشان احنا بنتواد قال لها والله كلامك صح يا خلاص محدش عايز عالك اعمل اللي نفسك فيه ولما رواحت بليل قاعدة تقولها ما بيحبنيش فعلا ما كلمنيش ولا ران علي باب بيخبط بتشوف مين اللي قيته جاب عشاء وراحلها وهما بياكلوا الباب خبط تاني اختها المرة دي بس هي عايزة تخبيه علشان اختها ما تموتهوش راحت ما خبيها في الدولاب اختها لما دخلت ولات الاطباق تاني قالت لها ما هتقولش ان مديرك كان عندك قالت لها لا ده كلو مش على طول اختها بقى اول لما عارفت قعدت تشتن فيه غسلته يعني كيم بتقولها ايه ده بس اللي خرب بيتك بتقول لها اه ده ليه مش انت اللي كنت بتقولي كده وهو عمال يسمع كل الكلام ومش عارف يطلع المهم شوية وكيم طرقتها وراحت فتحت الدولاب وده كان قال لها يعني انت تقول لها كده عليها قالت بقى انا اسف ده الكلام ده زمان احنا خلاص مرتبطين دلوقتي بقى ما عادش ينفع الكلام بعيد بعيد التاني يوم سونج كلمها علشان يقابلها ولما رحت له قال لها انا اسف ان اترفت بمشاعر يوم اللي افتتاح قالت له انا اسف انا كمان بس انا مفيش اي مشاعر ليك عندي انا بحب سون قال لها هو السبب في كل حاجة انا بتعذب من وانا صغير كل ده علشانه هنا جه سون من وراه قال له تفضل تقولي القصة دي كتير السونج قال له انت كنت شكلك نسيت ولا ايه انا اللي اتخطفت والموضوع ده ماثر علي من وانا صغير السون قال له ما يخصنيش اهم حاجة انك ما تكلمش كيم تاني وخد كيم ومشو فراه يتماشو شوية بس في النص مهمة ماشيين كده قال لها انا هحاسس ان انا تعبان هنام شوية في العربية هنبقى نكمل الموت بتاعنا بعد المصح ان شاء الله يخرب بيتك انت بتعمل حد بينام في الوقت ده يا عبيض وبعد ما روح كيمة افتكرت يوم ما شافت التعوير اللي فريج لسون فشكت ان هو اللي كان مخطوف معها من سونج راحت لامه تاني يوم وسألتها هو سونج اللي كان مخطوف ام سونج اتوطرت كده والشكلها مخبية حاجة تويت وقالت لها ان سونج اللي كان معها من سونج وهي طلعت شافت سورة لسونج وهو صغير وكانت فاكرة شاكله من يومها فشكت اكتر ولما راحت الشاركة قالت لنفسها ان سونج تقريبا اللي كان معها من سونج بس برضو قررت انها مش هتقول حاجة ولا تبين لحد لما تتأكد من الاول ولما راحت له قالت لها استنكي النهاردة عندي في البيت وبالليل لما راحت شافت مكان الجرح القديم اللي في رجله قاعدت طاعت وتقولها هو ليه مخب عليها واختها رنت عليها وقالت لها ما تنسيش الرحلة العائلية بكرة في الاخر راح وصلها للبيت قالت له انها تطلع بكرة مع اخوتها ومش هتروح الشغل قالت لها انت تعملي اللي انت عايزها قالت له خلصان اخد قلبي وراحت مع اخوتها رحلة للبحر وهم هناكوا مستمتعين نسون راح قالت له انت جيت هنا ليه قال لها جيت علشان قابل عائلتك وبينلوم ان انا بحبك بجد علشان هما كانوا بيكرهوني ومفكرين ان انا باستغلك اختها جات وقالت انت عايز منها ايه وده مش يوم اجازتها قال لها انا جاء علشان اتعرف عليك وقال لكم ان انا بوعد اختكو بقال لكم ايه انا حاجز في مطعم ما تيجو نروح ناكل هناك اختها قالت له لا احنا قريدي حاجزين اصلا قال له طب انا جاي معاكو واناك اخت كيم بتقول له اه صح انت غاني ملكش في الاكل ده قال لها مين قال كده ده انا علشان كيم اعمل اي حاجة على فكرة المهم اختها استغلت الحوار ده ومرمطته معاها وفي الاخر كيم قالت لهم ده شخص عادي زينا انا عايزة منكم منكم تتقبلوه والله العظيم حبوب وطيب خالص نروح بقى للمسون اللي قالت لابوه ان الوقت جاه ولازم نقول الحياة كلها للعيلة وراحت لسونجا قالت له انها عايزة تقول له حاجة بس عايزة يفضل هادي وقالت له ان اللي اتخطف من 24 سنة ما كانش هو وكان سون وفي الحياة كمان كان اسمه هيون بس هم غيروا اسمه وسون مش فاكر الكلام ده ليه وسونجا ليه مفكر نفسه ان هو اللي اتخطف استنى بس وانت هتعرف كل حاجة في نفس الوقت ده سون وكيم كانوا رجعوا حاليا كانوا في حفلة واول لما كيم شافت عرضة الازياء على المسرح بدون اي مقدمات اتصدمت وقامت كده وقالت انا افتكرت كل حاجة وقامت واقعها مغم عليها تعالوا بقى احكلكم كل حاجة لان كم شاكلكم تعبتوا معايا ومستنين بالكم كتير وزا ما قلت لكم ان كيمو يا صغيرة قامت تدور على والدتها ملقتهاش وفي الاخر اتخطفت يعني استحطت في القضاء مع الطفل ده ولي كان اسمه هيون وهي لحد دلوقت اصلا ما كانتش عارفة انها اتخطفت وهيون كان بيسعدها وبيدها كراميل والست ده خطفتهم لانها محتلة عقليا وده مش اكتر يعني مش عايزة تبيحهم ولا تعمل اي حاجة وفي يوم الست دي راحت لهيون وفضلت تزعله وبعدين قررت تنهي حياتها في الوقت ده كيمو كانت نايمة ولما قامت وشافت الست متعلقة بتسأل لهيون ايه ده قال لها ده عنكبوت كبير وراح جاب المقص وفك نفسه وبعدين فكها خلها تغمى دانية علشان متشوفش الست اللي انتحرت ومن يومها وهي عندها فوبيا من العناكب وهو عنده فوبيا من الاربطة وبعدها راح روحها للبيت وقالت له انها لما تكبر هتتجوزه قال لها اتفقنا بس هو رايح للشرطة بقى اغمى عليه ولما فيها كانت حالته صعبة وبيمر بصدمة طيب بما ان القصة تقلبت فسونج هو اللي كان سابه وراح يشتري حاجة وسون هو اللي اتخطف فسونج لما شاف اللي اخوه فيه اتصدم وبسبب الصدمة اللي حصلت له دي اتفجد الزاكرة وبقى نفكر نفسه انه هو اللي اتخطف وسون هو اللي سابه وبقى بيمسكه في بعض كتير فسون هو كان الزغير بس اعقل منه اعمل نفسه ان هو اغمى عليه ولما فيها قرر يامل نفسه فجد الزاكرة قدام عيلته علشان عيلته متتفرقش وفضل هو يتعذب من الموضوع ده طول حياته ومحدش عارف وكمان غيرولي اسمه من ايون لسون وبعد سنين كتيرة سون فضل يدور على كيم البنت الزغارة اللي كانت معاه ولقاه فعلا وشغلها سكرتيرا ليه لمدة تسع سنين وهو مرمطها معاه في الاول حبتين لحد لما جيه اليوم اللي قررت تسيب الشغل ومن هنا احنا عارفين باقي الحكاية وقبل ما كيم تفوق سون راح لاخوه هناك سون مسك فيه قال له انت قلت لها ايه انت مش هتبطل فسون قال له انت الطفل اللي اتخطفت مش انا فسون ما استغربش سون قال له انا الوحيد اللي كنت مغفل فيك وبتشتغلوني ولما سون رجع لكيم لقاه فائت ما بينش قدام اي حاجة قالت له انا اسمعت كل حاجة وعرفت ليه انا كنت بدور عليك من وانا صغيرة علشان اشكرك لانك انقصتني قال له انا كنفسي ما تعرفيش الموضوع ده علشان ما تمريش باللي انا مرت بيه قالت له ليه كل الاهتمام ده كنت اكمل يا عم زي ما انت وخليك سون الاناني قال له انا دلوقتي مش عارف انت بتمدحيني ولا بتشتميني سون بقى كان متأثر بالموضوع وانه خلى اخوي يعيش في عذاب كل الفترة ديت فرح لامه قال لها انت ليه مقلت ليش كل الفترة اللي فاتت ديت اللي اتخلينا بقى انتافه كل الفترة ديت قدام سون قالت له سون فجد الزاكرة ومعرفش حاجة قال لها من قال لك كده سون كان عارف كل حاجة وهو اللي كان بيمثل هنا هي كمان اتصدمت ولما كنفقت وبقت كويسة اخدها وراح يروحها بس قبل ما تطلع قال لها ما تجي نتمشى شوية وهناك قال لها انا مش هسيبك تروح النهاردة انت هتيجي معايا بيتي قالت له لأ انسى يا غالي انا هروح وهنام في بيتي قال لها اللي تحبيه بس ما استحملش وشوية وراح لها قال لها الصراحة من قلت لك مش هسيبك تنامي لوحدك سواء في بيتك او في بيتي فانا هنم هنا النهاردة والتاني يوم في الشاركة ام ابورو حول وقالولها وانت ما فقدتش الزكرة الصون ما ردش عليهم ابو قال له كان المفروضة شك في الموضوع ده من الاول طب انت عملت كده ليه قال لهم انكم زمان لما حصل اللي حصل فكرت انكم تبعتوا صنج المستشفى امراض عقلية فانا ما حبيتش انهلت تتفكك بسببي فلقيت اللي انا عملته اضمن واسهل طريقة لحل الامور ام قالت له انا اسف يا ابني كل ده خطئي وقالت له كمان ان هم مردوش يقولولهم على الحقيقة علشان فكروا ان دي افضل طريقة فهو عيط وكيم كانت واقف عياطة وانا عيط عزيز المشاهد سون بقى امر رايح لاخوه والاب يلمه دومه علشان يسافر تاني قال له ايه هتهرب تاني ولا ايه قال له انا احسس ان انا تافهم وسير للشفقة علشان كده اخدت القرار ان انا سافر ومش هرجع هنا تاني سون قال له ان اسف ان انا خبت الفترة دي كلها عنك سون جا كمان بتاسف له عن اللي عمله وعن العذاب اللي هو عاشه بسببه وبكده بدأت كل العلاقات تتحسن مع ايلته وتاني يوم سون طالها في موعد مع كيم في حد من اللي شغلين في الشركة صورهم وبعت استورة للحمدية لها السكرتيرا الجديدة حمدية سألت كيم هو انت بتوعدي المدير قالت لها استورة عليها استر عليك ربنا قالت لها لا اعيب عليكي انا سرك في بير واحنا عارفين البير بتاحها كلنا راحت على طول لسون وقالت له حمدية عارفت بعلاقاتنا قال لها وايه يعني لو الدنيا كلها عارفت انا كده كده بحبك هو انت مش عايزة تبيني للناس ولا ايه قالت له انا بس خايفة على مركزك وكده انت برضو شخصية مهمة بس هو ام مروحين حدران على كيم وقال لها ابوك تعبان راحت له هناك على طول وباتت معه في المستشفى تاني يوم راح لها هناك واصر ان هو لازم يشوف ابوها وقالت له بلاش فهي بتظبط له رابطة العنق كده ابوها داخل وبيقول لها بتعمل ايه راحت خانقت سونه ودخلوا القضاء علشان ما يفرجوش عليهم المستشفى فبقى بيقوله انا اسمعت عنك من بنتي وان انت استغلالي ونرجيسي واناني قال له خلاص يا عم على فكرة انا والله لازم مرتبط ببنتك وبحبها ومستعد اعمل ايه حاجة علشانها قال له حبك برسي بتحبي مني اه لا انا اضد العلاقة ديت فسون جاله التليفون فطلع يرد عليه كم بتسأل ابوها هو انت ليه ضد العلاقة قال لا انا بهزر يهاب لا هو انت طولي بس السدي شكله بيحبك قالت له يا عم قلقتني فكرت ان انت ضدنا بجد ولما طلعوا من عنده السون بيسألها انت لسه عايزة تستقلي قالت له اه طبعا قالها طبعا تعملي ايه قالت له لسه مش عارفة بقالها 14 حلقة وهي لسه مش عارفة قالها غلصانة انا معاك في اي حاجة انت عايزة تعمليها وفي الشركة تاني يوم كل الموظفين شافوه وهو حضنها اياد الفضايح وفالا نادل الموظفين وقلوهم بصوا انا وهي مرتبطين قدام الكل هوت ولو حد فتح بقها بعطوا الشركة بتاعتنا اللي في الهند قالوله يا عم فتح الف الف مبروك يا غالي بس كيم قعدت تبص على الملفات القديمة والصور ايام ما كانت لسه موظفة جديدة من تسع سنين وسون لما راح يروح لبيتها قالت له عايزة هقولك حاجة قالها قولي قالت له انا فكرت كده في اللي عمله لما استقيل ملقيتش حاجة عملها فهفضل معك ومش استقيل وبعدين اصلا انا مقدرش بعيد عنك قالها ايه وهو ده الكلام بقى ايهم كده فرحيني تعالي نتعشها سوا يا بنتي يلا ناكل يلا ناكل وهم جوا بقى قالها انا عايزة بقى جوزك بجد المراضي هوا انت المعترضة ولسه هاي ايه لا حد معترض وراهم وهو ابوها معترض على الجوازة كلها كم بتقولها هو انت ايه اللي جابك هنا يا حاج قالها اصلا مسهورة الميا بايزة في البيت عندي فجيت عود هنا وهمش الصبح قالت له تمرنتش ليه قالها بس كده سبينها نعود مع سون نتكلم راجل لراجل فسون بيقولها تب الله عليك ما تسبيني الواحد الحقييني بس للاسف ثابته ولما قعد بقى مع ابوها قعدوا يتكلموا شوية قالوا يا ابن انا مش معترض على الجوازة والله بس بص المفروض تراعي ربنا في بنتي ومش علشان انت غاني يعني انا هرقبك لو فكرت تنعب بديلك هقطحولا وفضلوا اشربها سير تمرهند طول الليل وروحوا كل واحد فيهم سند التاني فكمزة قالت لهم هما اللي اتنين وقالت لهم انتو صغيرين على الكلام ده ولا ايه ولما بقى مشى السون راح واخدها بالحضن واول لما قال لها بحبك هدت خالص نسيت انها كانت متعصابة تاني يوم زمال كيم كانوا عاملين حفلة صغيرة وجاب لها درع علشان هتستقل وازعلنين قالت لهم يا جدان حب اقول لكم حاجة انا قررت مش هستقل قالولها يا شيخ امال احنا تعبنين نفسنا على الفاضل ايه سون بقى كلم كيم بالليل وقال لها ممكن تجي لي البيت عايزك في موضوع ضروري خالص فراحت له وفضلت ماشى في الطريق اللي عملهولها دخلت وكان بيعزف على البيان وفضلت وقفة تسمعه بعد ما خلص امنازل على رجبته وفتح قلبة الخاتم قال لها هتتجوزيني قالت له اكيد طبعا هتقول لها ليه يعني تاني يوم على طول ام سون كلمت كيم واخدتها تتغدى معاها قالت لها انا كان نفسي يبقى عندي بنت بس مش مشكلة من هنا ورايح انت زي بنتي وراحت جابت لها هدوم وتقول لها اختاري حاجة ولما كيم تختار ام سون تشترك كل اللي في المحل وهي دي كيم ويام روحة وبعدها على طول سون رن عليها وقال لها ما تنسيش بكرة بقى تجيبها بوكي واختك وتتغدوا عندنا والتاني يوم راحت قبل ابوها واختها وبعدين واما هناك تدخلوا وكانوا بسم الله ما شاء الله مشرفينها بيبصوا على كل حاجة ويقولوا هم عايشين في البده ازاي ما نيجي نعيش معهم الموضوع هيبقى واسع عليهم اوي ده حتى بوها كان عمال يعد الشبابيكة على الغداء وبعدها كمان اتجمعوا العلتين وفرحه وكانوا مبسوطين واحددوا معاد الفرح وكل اللي يعرفوهم كانوا فرحنين علشان هم سواء الموظفين في الشغل او اخوات كيم وابوها او سونج وامه وابوه وجي يوم الفرح وتجوزوا واخرا رحمونا من العلاقة الغريبة بتاعتهم وفا بوعدوا لها وهم صغرين لموعدا هم هتجوزوا وبكده يكون مسلسلنا انتهى ما تنساش تلف لفة على باقي الفيديوهات او تختار مسلسل من اللي ظهرلك في الشاشة تعمل لايك تشترك في القناة واقدر اقولك يلا يا غالي الساساسلاء